السلام عليكم على شفاف المرسلين اعزائي من التابع القناة موقع المجتمع ديما امتبع معكم الأخبار المستجدد اذا من بين هذه المستجدد هذه المستجدد اليوم هو فتح المسجد بالمملكة المغربية اللي صلت يوم الجمعة اذا قبل ما نتخل في تفاصيل كانتمنى انكم تشاركوا في القناة كانتمنى انكم تشاركوا هذه المعلومة لان اغلبية الناس ونقدر نقولوا تسعودوا تسعين في المية ديال الناس كيتسنوا هذا الخبر المفرح اللي ادخل علينا بالفرحة اللي هو الفتح ديال المسجد اه كنتمنى انكم تشاركوا وديروا جميل الفيديو واللي عندو اي تساؤل اي معلومة يفيدنا بها في الكمانتير اذا في منسبة لهذا الفيديو هذا فقدرتو كاخبار وكمستجد من المستجدات اللي ديما امتبع معكم القناة اللي هي قناة ديالكم وقح المجتمع اللي هو ان وزارة الاوقاف والشؤول الاسلامية اه اليوم خرجت بلاغ بانه اه غايت تفتح عشرة الاف مسجد بالمملكة المغربية اذا بش انني اه كما كتعرفوا بان القناة دايما خصها اه خصني انني نعطيكم الدليل القاطع بانه فعلا هذا الهدر اللي كان نقول رحمة شي عن فراغ لابد انني نقلب على البلاغ من البلاغ الرسمي من الحكومة ولا من تلك الوزارة الى اخرى اذا كما غنشوفوا هنا اياه في الصورة اه هذا البلاغ هذا كما كتشوفوا الملكة المغربية ووزارة الاوقاف والشؤول الاسلامية اه بالطنبو ديالها بكل شيء اذا هذا البلاغ هذا خرج خرج اليوم تلتاش اكتوبر الفين وعشرين اه الموضوع من دياله البلاغ هذا هو اعادة فتح مساجد جديدة واقامة صلاة الجمعة اذا هذا البلاغ هذا اه بكما غنخص لكم هذه المعلومة اللي فيه بانه تم رفع عدد المساجد المفتوحة الى عشرة الاف مسجد مملكة المغربية يعني ان فاش نقوله عشرة الاف مسجد يعني راه من تنجحت القويرة وعشرة الاف مسجد كما كان عرفوا بان المغرب راه في اكتر من عشرة الاف مسجد ولكن هناك اماكن او بعض المدن او بعض الاحياء اللي فيها الوباء بكثرة بفعلا بان تلك المساجد ستطل مزدودة يعني ما تفتحش ولكن بالنسبة المدن والاحياء اللي ما فيها لعباء بفعلا بانها تلك المساجد ستحل اذا هذا الشي اللي كان في هذا الفيديو هذا وحاجة اخرى ان اقامة الفقاش غيب ده غيب ده هذه البلاغة تطبق يعني انه غيب ده من يوم الجمعة 16 اكتوبر اليوم يوم الثلاثاء الاربعاء الخميس يوم الجمعة غيب ده يصلوا في الجوامع يصلوا صلاة الجمعة ولكن ان الوزارة وزارة الاوقاف والشؤول الاسلامية درت واحد الشروط اه واحد الشروط اللي كما غير نقولها لكم بانها غيرت تنصيق مع السلوطة المحلية من اجل اختيار المساجد التي ستفتح والمحدد عددها بقائمة يعني السلوطة المحلية هي اللي غتختار المساجد كما قلت لكم غتختار المساجد اللي غتفتح يعني غتختار المساجد اللي في الاحياء ولا في المدن اللي ما فيهاش الوباء بالزال ثم ايضا اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة واللي قامت صلاة الجمعة بما في ذلك التدبير الاحترازي المنصوص عليها في البروتوكول الصحي او البروتوكول المطبق حاليا اذا هدو هم الشروط ثم الشرط الاخر اللي هو الشرط الاخر يعني خط الفقهاء على اللي تتعدى خطبة الجمعة خمسة عشر دقيقة يعني الفقه هذه الخطبة اللي كيعطي الفقه ما اخصاش تعدى خمسة عشر دقيقة هدية الشرط الاخر اللي كي نفصلت للجمعة يعني ان الفقه ولا الخطبة اللي غي اعطوا الخطبة ان المدة ديال الخطبة ديالهم غد تفوتش خمسة عشر دقيقة على الاكثر. اذا هاتش اللي كي نفاد البلغ هدا. انا حاول تمام كاللخص لكم ونفهم لكم هات التفاصيل يلو بان رغي تفتحوا عشرة الاف مسجد من طنجة القويرة يعني في المملكة المغربية كلها وانها غد تاخذ اه ان السلطات المحلية هي اللي غد تختار المسجد اللي غد تفتح وما تفوتش ديك العدد ديال عشرة الاف وايضا انهم خصوهم يتخذوا الاجراءات اللازمة يعني التدابير الاحترازي المنصوص عليها في البوتوكول الصحي ثم ان الخطبة مخصوهمش يفوتو في الخطبة ديال الجمعة خمسة عشرة دقيقة اذا هاتش اللي كان في هذا البلاغ كما كنتشوفو امامكم هنا في الصورة بان اه القناة ديالكم اللي هي قناة توقع المجتمع ديما متبع معكم مستجدات والاخبار وخاء انني فعلا لقيت البارح لقيت بعض الكلام في الموقع التواصل الاجتماعي باننا غير تفتحوا الجوامع الاخرة ولكن اه كانت سنة انه يخرج البلاغ من وزارة الاوقاف والشؤول الاسلامية باش انكم تعرفوا بان القناة لها مستقياع وكتقلب على شي حاجة اللي هي معقولة وبالدليل وكما كنتشوفواني في الصورة بان اليوم عاد تنزل البلاغ دقيقة الوزارة الاوقاف والشؤول الاسلامية بان غير تفتحوا على المسجد وانهار فاش غير تنزل البلاغ الجديد يعني ديال ديال اسماء المسجد ارى غنلو حالكم في القناة وغنقول لكم الاسماء اذا انا قل لهم شي تسأول او لا عندو عارف بعض الاسماء ديال المسجد اللي غير تفتح اكتبهنا في الكومنتر فلما لا انها تعمل الفائدة فقط لان كين الناس كي يصفروا من المدن ويقدر يكون يوم الجمعة في شي مدينة وبو يصلي في الجامعة وخصو يعرف شنه واشكون في الجوامة اللي تحل فلما لا انها تكون بمساعدة بناتنا اذا هاتش اللي كان في هذا الفيديو هذا كانتمنى انه ان الاعجاب ديالكم كانتمنى انكم تشاركوا في القناة اللي ما زال ما شاركش بارتاجه هذه المعلومة وهذه راه الفرحة اللي ادخلت علينا والحمد لله كانتمنى نتمنى الله انه يرفع لنا هذا الوباء وشكرا جزيلا شكرا جزيلا